أبو جوليا إيش؟ أنت حزين؟ يا عمي أنا حزين والله العظيم أنه أنا حزين سهلة وزعلاني كتير أبو جوليا حزين ومكتئب دافع عن أسرته وتحدث عن طلاقه للمرة الأولى أشوف أقول لك شغلة أنا عندي مبدأ أنا نفسي وبيتي وأسرتي خط أحمر يعتبر الشيف الفلسطيني أبو جوليا من أشهر الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي ويحظى بشعبية كبيرة ومؤخرا شكل خبر انفصاله عن زوجته الطبيبة سمح سهيل صدمة كبيرة لجمهوره دون معرفة الأسباب وذلك بعد أن أعلنت خبر طلاقها عبر منشور فيسبوكي أعربت فيه عدم قدرته على الاستمرار في الزواج القائلة أنه أمر لا يطاق عمي أنا حزين والله العظيم أنه أنا حزين سهلة وزعلاني كتير طيب ومجهور كتير من جوة بس يعني مش حاجي أنا على الصفحة أقولي أنه أنا حزين لأنه بصراحة الصفحة هاي هي اللي بتسعدني يعني إيجت علي أوقات كان الإشي الوحيد اللي بصحح يومي واللي بريح بالي وبسعدني هو المتابعين وفي هذا الصياق ظهر الشيف أبو جوليا في أول مقابلة له تحدث فيه عن حزنه الشديد وتعاسته وشعوره بالضيق والاكتئاب لما حصل معه في الفترة الماضية وعند التطرق لسبب طلاقه وزوجته أكد الموضوع لأول مرة واكتفى بالقول بيتي وأسرتي وأنا خط أحمر ولا يحق لأحد معرفة خصوصياتهم على الأقل إكراماً لولده خالد أنا نفسي وبيتي وأسرتي خط أحمر ما بحكيش عنهم خلاص هو مبدأ عندي لو شو ما عمله؟ بغض النظر هذا مبدأ مبدأ ما بحكيش عن حياة الشخصية تمام؟ وبالنهاية يعني في خالد في خالد يعني احترام عليه على الأقل وجاءت إجابة أبو جوليا على إشاعة خطوبته صادمة إذ أكد أنه إلى الآن أعزب أما عن تفكيره بالزواج مرة أخرى فلم يجب وتكتم على الإجابة قائلاً أنه لم يخرج الفكرة من رأسه ولكن ترك الأمر لظروف حسب ما تأتيه أحزب أحزب وعنده ولد اسم خالد برضه فانضع شخص ما بحبه شعك فيه شوف التزوج سنة الحياة وكل شيء في وقته حلو يعني ما بعرف زي زي الناس كل ما يجي أحد عباله يقرر في الوقت المناسب يقرر